تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي نقوص يدق في أذن الحكومات لتذكيرها بالتزاماتها إزاء المواثيق الدولية ودفعها إلى تفعيل مواد قوانينها المتعارضة مع حرية الرأي وحق المرأة في تجنيس أبنائها وملف البدون الذي وعدت الحكومة بحله منذ خمس سنوات الأطفال لما تحرمهم من التعليم وين بيروح لما تحرمهم من الأكل أمور كثيرة يا أستاذة ترى محرومين منها التعليم ليس لكل البدون التعليم يشترط فقط فقط لمن يملك إحصاء 65 وليس الكل يعني إذا بنغيث 120 ألف من البدون اللي موجودين حاليا في الكويت يمكن يطبق القانون اللي على التعليم ما يجي حتى 40% منهم الكويت حملة قمعية على حرية الرأي عنوان يثقل كاهل الإعلام الذي بات عرضة للتضييق منذ العام المنصر ومطلع السنة الحالية مع غلق المؤسسات الإعلامية غير المبرر وضع يقلق المنظمة ويدفعها للتقصي في القضية أحد المواضيع التي أثارت اهتمامنا وكلقنا هذا العام هو تقييد بعض الحريات في الكويت في العام الماضي بما يخص اللي حصل مع جارية الوطن نحن ننتظر معلومات إضافية من السلطات الكويتية هم يقولون أن هذا قرار إداري تابع من وزارة التجارة لا يسى لداريه علاقة بحقوق الإنسان أو حتى حرية التعبير نحن نريد أن نرى هل هذا حقيقي أو لا أم هناك أسباب أخرى سياسية لإغلاق ذلك كيف نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة؟ أملنا أن يكون القضاء بالكويت عبر احترامه للمواثق الدولية هو كلمة الحق في ذلك ونحن ننتظر حتى الآن معلومات إضافية عن الخلفية لهكذا قرار الأبحاث في شأن الكويتي تترقت بالتفصيل إلى الانتهاكات السارخة في حق المنتقدين لأداء الحكومة إذ تم تجريد 33 شخصا من جناسهم ولا تتيح عملية الإسقاط مجالا للطعن أو المراجعة مثل ما قلت أن وضع الحقوق في الكويت في الماضي أحسن مقارنة بدول المنطقة لكن الآن هناك تضييق على حرية رأي الناب العام يطالب بأقصى العقوبات في السجن وهذا ما يطرح إشكالا لدينا وإجراء أنسي يمكن القول أن في مجال حرية التعبير هناك أزمة فعلية في الكويت نظرية التغيير الحقوقية يقول أعضاء هيومن رايتس ووتش تحتاج إلى تكاتف الجهود وإلى إيمان الحكومة والتزامها بحل 278 توصية إلى غاية يونيو المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر